صباح الخير نهار اليوم رح ترتفع درجات الحرارة ورح تكون الأجواء مشمسة ولكن باردة مع هبوب دياح شرقية نشطة السرعة أما غدا النهارين رح تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع هطول زخات رعدية غزيرة من الأمطار رح تسجل درجات الحرارة نهارين 14 بلين رح تنخفض لـ 8 درجات يوم الجمعة رح تستمر الأجواء باردة وماطرة يوم السبت رح تستقر الأجواء ورح تكون باردة رح تسجل درجات الحرارة نهارين 12 بلين رح تنخفض لـ 8 درجات ورح تكون الأجواء باردة وضبابية رح ننتقل لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة طقس مشمس ومستقر اليوم رح يكون في أغلب مناطق المملكة درجات حرارة أعلى من معدلاتها السنوية وحالة عدم استقرار جوي رح تأثر على المملكة غدا رح نصاري درجات الحرارة نهاري اليوم في المدن الأردنية بداية بإربد والمفرق 19 وزرقاء 19 وأجواء غالبان مشمسة عجلون 17 جرش 18 شرق عمان 19 السلطة غرب عمان 17 مادبة 19 أجواء غائمة البحر الميت 26 الكريك 18 والطفيلة 19 معان 20 درجة والعقبة أجواء غائمة 28 درجة هاي الليلة رح تكون الأجواء غائمة مع احتمالية هطول زخات من الأمطار في أجزاء متفرقة إربد 10 المفرق 10 والزرقاء 10 جرش وشرق عمان 11 عجلون 10 درجات وأجواء باردة غرب عمان 11 السلطة 11 مادبة رياح نشطة 8 درجات البحر الميت 17 الكريك 12 الطفيلة احتمالية هطول زخات من الأمطار و10 درجات معان 7 درجات مع احتمالية هطول الأمطار والعقبة 17 رح تكون الأجواء باردة نسبيا بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية رح تكون الأجواء مقبولة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية خاصة مع ساعات الظهر بسبب الأجواء المشمسة بالنسبة للصحة رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل عالي للإصابة بأغلب الأمراض أجواء مقبولة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية ترجمة نانسي قنقر